في عمان في دايماً فيها مواهب وكفاءات لكن مثلاً قيل الثمانينات صادفوا عز الكويت كويت في قمتها يعني الكويت بتفكر فيه كاس العالم وكاس آسيا وعمان لسه إحنا في بداية الصور في بدايتنا وكان كابتن كرم وهذا إحنا من الناس المحبين لهم من نجومهم جاسم وفاتحي والمجموعة مثل كل نجوم الخليط نعم فطبعاً يعني المنتخبات المنتخبات العماني الآن مستمرة طبعاً استمرار طيب يمكن قيل 95 للناشين 95 في اللوكوادور ووصولهم كاس العالم وحصول المنتخب العماني على كاس العالم على رابع كاس العالم في فرق قوية زي البرازيل وزي ألمانيا وكابتن هاني الضابط محمد عام الكثيري كان قيل طبعاً لا لا هاتكلم عن المنتخب الأول الآن هم المنتخب الأول كانوا هذه نواة للمنتخب الأول يعني الخمسة انت شو تقول بو طارق من الجيل الضابي المنتخب العماني والله يعتبر عزيز ممكن منذ المذك الكابتن يونس المنتخب اللي أحرزت كخليقي 19 بحكم أنه ممكن أول إنقاذ المنتخب والمقمعة استمرت يعني تتكلم على ثلاث بطولات خليق خليقي 17 18 في النهاية 19 فأعتقد هذه المقمعة محمد ربيع فوزي علي الحافسي ممكن أنا كنت معهم ممكن في خليقي 17 فهذه المقمعة ممكن استمرت حاوك وإحترفت في الخليق فأنا نشوفها ممكن هذا المنتخب هو يعتبر الجيل الدهلي ما في القياس مثل ما تذكر الكابتن يونس الجيل الثمانينات كان الجيل التسعينات لكن المنتخب هذا ممكن حقق البطولة والصعود ممكن كذلك أول مرة كاس آسيا تذكر مع المدرمات إن شاء الله في هذه المقمعة استمرت تقريبا عشر سنوات إلى ثمان سنوات يعتبر أنها المنتخب الذهبي ثم تذكر عن هذا الأقيل الثاني ممكن تذكر كذلك المنتخب اللي فاز بخليقي 23 في الكويت المقمعة كانت لكن قياسا على السنوات الفريق ذلك كان استمر فترة طويلة فترة طويلة هالموضوع يطرح للنقاش في إمان ولا ما يطرح لا هذا معروف معروف يعني القمهر العمانية تعرف هذا الكلام يعني ما عندها خلاف يعني